طب ممكن اعرف هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها؟ مش هنعمل حاجة اسبر بس دلوقتي لحد ما الحراسة دي تمشي وانا ههربك من هنا تهربني من هنا ايه؟ انا من ساعة ما جيت هنا وانت مسحولني معاك حماسة اسمي كريم كريم سليمان صاحب القصر ده وانا الوريس الوحيد ماشي عم كريم ما انت عارف ان انا جاي اساعدك وانا جاي اكلك يعني؟ يا عصام انا عارف ان انت مش جاي تكني لان انا متفق معاك من البداية ان انا هشوفك بحاجة لا تشوفني ولا شوفك انا في المصيبة ورايس اللي حطت فوق دماغي وبعدين انا مش عارف اعمل ايه؟ يعني دلوقتي لو الحكومة شمت خبر ان انا مش عز انا وانت عالنار في السجن ايه ده؟ الله 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 راضح ان فيه سجن جديد هيتفتح هنا انت ايه اللي دخلك هنا؟ انا سمعت كل حاجة كل حاجة اخ كريم كريم؟ ومضطرة بلغ الشرطة لا لا ابو سيدك انا ما انا ما عملتش حاجة ولا كنت ااخد ورس ولا كنت ااخد حاجة دي ده فيلم فيلم انا و هو كنا عاملينه بس عشان الاسر ميروحش منه واخول غلبان انا مش فهم حاجة بقى حماسة ايه ده فيه ايه؟ يا فروب ايه خدتني؟ تلحقتي تنشب الشاي ولا ايه؟ شاي ايه يا ابني؟ شاي ايه؟ انا حاشرب شربات حاشرب احلى حاجة في الدنيا ايه ده ليه؟ لقيت عز لقيت عز يا حماسة لقيت عز لقيت عز لقيت عز اه اه هو انت مش قلت انه طيه في شارع ربا ومش عارف توصله؟ ربك لما يريد بقى حماسة؟ ربك لما يريد؟ عارف انا كنت موصي كل اصدقاء اللي بيسافروا برة ومدهم اوصافوا هاي حد يصطفوا يقولي ربك بقى اراد واحد رايح يشتري عربية فقابل واحد بيشرح له مميزات العربية فجأة ليه بيتكلم مصري قال له الله هو انت مصر الاصل قال له ايوة انا مصري واسمي عز سليمان شك انه يكون هو فاتصل علي امتنى بقى مكلمه هو وبدأت ادردش معاه اتأكدت انه هو ده عز سليمان قلت له بقى انه هو ليه ورثي هنا تعرف معنى ايه الكلام ده؟ ايه؟ معنى اللي البه هيجي يكوش على كل حاجة وانا هترمي في الشارع لا يا حماسة لا 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 متخافش انا فهمته انه هو ليه اخ بس للأسف يعني مش مزبوط في الاوراق الرسمية انما خلي بالك انا حفظت على حقك قلت له اوه اخوك اهم حاجة اخوك ووسطه عليك تماما ما تخافش يا حماسة ان شاء الله هخليه حافظ على حقك وبصراحة دكتور انا قلقت واول وقت هتجي في دماغي يا عصام لانه بقى عايش في الغردوة بالكلمين كيليسي وبتاع وقلت وهو اصلا ليه في البرماقة والكمبيوتر فقلت له بقولك ايه؟ تعال اعمل معاه الفيلم ده واعملك بطاقة باسم عز سليمان وباسبر بنفس الاسم بس تصدقني يا دكتور والله انا قلت له وقلت له يتقل كده لحد ما نشوف النتايج هو اللي عدس اربعني لا تعالوا عوضي انتو الاتنين هنا بقى عشان الكلام ده محتاج تركيز طب ايه اللي خليك تعمل فيها عز اتنين وتزور بطاقة باسمي وانا لما اكتشفت المصيبة لاي ايه بقى لما فاروق بايه؟ جي هو والعز الواد اللي عامل فيها عز يعني المزور ده خدني على جنب عاجبك كده فاروق بايه؟ ده بيعاملنه معاملة الخدمين معلش يا حماسة معلش هو كده يا ابن تابع كده وتعلم كده وتعود عليك كده ما هو انا مش حاسس ان هو اخويا ولا هو بيعاملني ان انا اخوه وبعدين عمالي عمالي معاملة الخدمين ويقول لي الروح ويعمل لي وهات وعمالي التانيك عليك معلش لعلمك بقى انا طول الطريق عمال اقنع فيه بالموقف قلو خلي بالك اهم حاجة تحافظ على ورسة اخوك وإلا انا مش هساعدك بصراحة انا مش حاسس من احيته ان هو اخويا يا سلام هو اكل وبحلقة ما تاخد ورسك وخلاص يا فاروق بايه؟ ما انا مش حاسس اخد ورسي واخش بقى في خلافات واخناءات وسين وبتاع وهات ده عاوز من اولها يقولك انا عاوز ابيع وعاوز يقرف ده اصبر يا حماسه اصبر شوية معلش احتمال يقتنع ويعرف يعني ايه قيمة الارض والاصالة وقيمة المكان ويقدر الورسة اللي بوس يبهوله انا انا حاول اطول شوية في حكاية اعلام الوراثة دي يمكن يقتنع وعبال ما انت تكون جهزت فكرة الفندق دي ماشي انا معاك طب افرد بقى هو صامس مع البيع اصبر يابني اصبر اعتمال يقتنع يابني العاجلة من الشطان لما اسمعت كلام فاروق بيه دينيا اسودت فاعناي انا ما شفتش قدامي حسيت كل اللي عامل ابويا ده راحة الفاضي بس انا عرفته وبيفكر في ايه كان جايب الاستاذة ومسميه عز الدين وعمل فيه أخويا أيوة بس المكان ده مؤرف قوي يا فاروق بي نعم يا أخويا انت هتشتريه انت هيا الله هتقعد شهر تمثل وحداخد لك مليون جنيه بس الواضحة مصة ده عيل مؤرف وانا ما بحبوه ملاكش دعوة بيه سيب له حمصة انا هتصرف معاه فاروق بي بس المزرعة والأرض دي تسوى كتير قوي نعم نعم يا حبيبي انت دفعت حاجة من جيبك انا اللي دفعت انا اللي شئيت انا اللي رسمت وخططت انا اللي رشيت الموظف عشان يعمل لك بطاقة تمشي بها باسم عز بيه وتورس وهتاخد مليون جنيه عز ايه تاني ما انت هتاخد عشرة مليون انا هاخد مليون وانت هتاخد عشرة مليون يا رجل اسمع اوعى تطمع اوعى تطمع انا بقولك اهو انا ممكن ازودك هزودك مليون تاني بس على شرط عايزك تلعب هارون توافق مرة ما توافقش مرة واتطول في المدة عشان انا اسخل الفرصة المهم لازم حد غيره اشتري مفهوم طب والواد الاسمه حماسة ده عير رخ احنا هنبيع في القاهرة وساعتها هحبيع لأي حد ولما يسألني هقوله انك خدت الفلوس وطلعت على برا وهو يضرب دماغه فقرة بحيطة فاهم يا يا صلاح الله عليه كفره بي عشان كده قدت للفكرة ان انا اكلم عسوم ويجي اعمل معها الفيلم ده تا ايه رأيك في الكلام ده يا حيحة